دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستبدال الزراعات شديدة لاستهلاك للمياه بزراعات مماثلة تستخدم مياها أقل داعيا لاستخدام أوسع للنظم الري الحديثة جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي حيث أكد ضرورة استخدام الميكانة والوسائل العلمية والعملية الحديثة لزيادة انتاجية الفدام من المحاصيل الزراعية المختلفة ودعا الرئيس السيسي لاستخدام مياه الصرف الصحي في عدد من الزراعات مثل أججوبة في الأراضي الجديدة المستصلحة لمواجهة أي نقص محتمل في المياه والاستفادة من القيمة المضافة لتلك الزراعات كما أكد الرئيس السيسي ضرورة تناول تحديات الدولة بأسلوب موضوعي للتوعية وتوفير الجدية ومشددا على ضرورة توضيح طبيعة تلك التحديات للمواطنين من خلال التقارير الإعلامية وغيرها من التقارير الصادرة من المسؤولين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع مشيدا بأدائه المميز وجهوده الرائعة التي تستحق كل التقدير وقدم الرئيس السيسي التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين متمنيا مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل كما توجه رئيس السيسي بتحية تقدير الأداء المشرف للفريق التونسي الشقيق قال نائب المصشر الألماني روبرت حابك إن إسرائيل تجاوزت الحدود في قطاع غزة وعليها الالتزام بالقانون الدولية واتهم نائب المصشر الألماني إسرائيل بانتهاك القانون الدولي لمواصلتها الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية وأكد حابك أن المجاعة ومعاناة الفلسطينيين والهجمات على قطاع غزة تتعارض مع القانون الدولي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدد من المركبات برفقة جرافة عسكرية اقتحمت المدينة من شارع الناصرة ومن شارع جنين بنبلس وعتل القناصة أصطح عدد من البنايات السكنية أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلا وزاريا جزئيا في الحكومة أقرر سعيد تعيين خالد النوري وزيرا للداخلية خلفا لكمال الفقي وكمال المدوري وزيرا لشؤون الاجتماعية خلفا لمالك الذاهي كما قال الرئيس التونسي تعيين سوفيان بن الصدق ككاتب دولة لدى وزير داخلية مكلفا بالأمن الوطني هذا وأدى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام الرئيس التونسي قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أربعين في ضربة روسية على متجر في خاركيف وأوضح حاكم منطقة خاركيف أن الهجوم الروسي نفذ بواسطة قنبلتين جويتين موجهتين ومن جالبه قال الرئيس الأوكراني فلودامير زيلنيسكي أن روسيا وجهت ضربة إضافية أخرى لمدينة خاركيف ترجمة نانسي قنقر